اشتركوا في القناة غداً تونس تحتفي بعيد المرأة الوطني فيما الأرقام تترجم نجاحات التونسيات وتؤكد أن 30% من بعثات المؤسسات الناشئة لساء دول غرب إفريقيا تؤجل اجتماعاً حول نشر قوة تدخل في النيجر وروسيا تحذر من أن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة ألا بكم مشاهدين الأعزاء 13 مهاجراً تونسياً غير نظامي أنقذتهم اليوم وحدات الحرس الوطني منتشلت جثتين لرضيع وشاب يبلغ من العمر 20 عاماً إثر غرق مركب في حدود ساعة ثانية صباحاً بسواحل مدينة جابيس على متنه 20 مهاجراً إدارة الحرس الوطني العام أكدت أن البحث جاري عن خمسة مفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية بالجهة وقد أذنت النيابات العمومية لفرقة الإرشاد البحري بجابيس بفتح بحث عدلي في الموضوع ورغم ما تبذله تونس دولة ومجتمعاً مدنياً من جهود إنسانية لاحتواء مدود الهجرة غير نظامية التي تصلها من دول جنوب صحراء قارتنا السمراء إشاعات إعلامية مغرضة تحاول النيل من مساعيها لإغاثة محتاجي الإغاثة وحفظ سلامة الوفدين يدعو معها المختصون المتعاملين جميعاً مع ملف الهجرة على الميدان إلى حسن الإحاطة بالملف وتفاصيله حتى لا تكبر الشائعات وإلى وضع رؤية وطنية شاملة لتعاطي مع واقع أزمة الهجرة غير نظامية الذي سيستمر طويلاً كما يؤكدون تناقل التقارير أعلامية مؤخراً وضعية صعبة لمهاجرين أفارق غير نظاميين بالمنطقة الحدودية التونسية الليبية وتعالت أصوات منظمات أممية وغير حكومية تتهم تونس بطرد هؤلاء المهاجرين وتعمد إبعادهم نحو ليبيا اتهامات رفضتها الجهة الرسمية واعتبرتها مغلطات وحملة التشويه للمسي بصورتها موقف أيده مختصون في قضايا الهجرة لكن بعض المتابعين قدروا أن ما حدثه ورج من ضمير بشري اتصلت به الانتهازية الإعلامية على حد توصيفهم شاهدناها أخيراً خاصة في الصحافة الألمانية في الصحافة الأوروبية بشكل عام في الصحافة الألمانية بشكل خاص في الصفحات المدعومة سبونسوريزي صورة لتونس وكأن هناك حملة عنصرية دموية رهيبة تستهدف المهاجرين في تونس والحال أن تونس لها التزامات دولية لا أعتقد أنه فما حملة مركزة ومدبرة من أدمغة لا تونسية ولا أجنبية لكن أعتقد أنه وقعت انتهازية إعلامية فقط طبيعي أن الضمير التونسي يثور بهذا والضمير العالمي وهذا معناه يدل على أننا واعين بالمبادئ وبالتصرفات الطبيعية الضرورية اللي يجب أن نواجه بها قضايا الإنسان خاصة المقضي ضعف في إدارة تونس لملف الهجرة يرى متابعون تقصيرا في بعض الجوانب سيما الأمنية والاتصالية كيف دخل هذا المهاجر غير الشرعي إلى الحدود التونسية بتصور على الدولة التونسية أن تحمي حدودها من دخول هؤلاء الأفراد وجودهم في أماكن محدة لدخول الدول الإيطالية عبر البحر بصورة غير شرعية أيضا لم تستطع الدولة التونسية وضع حد له خطأ الأساسي وخطأ اتصالي عندما تقوم بسياسة أعدلها اتصاليا ثم نفذها لا نقوم بسياسة ثم نصلح اتصاليا ثم يصير إرباك وعدم فهم والمعلومة عندما تخرج المعلومة الأولى هي التي ستظل في أذهان الناس ومن أجل طاعة أفضل مع ملف الهجرة أوصل مختصون أساسا بتجنب المحاذير وبضرورة الإلمام بمختلف تعقيدات الملف تكون حاذرة فيما يتعلق بالمبادئ العليا والكونية لحقوق الإنسان لا يجب أي تجاوز يجب أيضا تكوين الأمنيين والجمعيات التي ستتعاطى مع هذا الملف الديبلوماسي التونسي في هذه المسال يجب أن يكون عنده عندما يعين يجب أن يكون له القدرة على ربط اتصالات مهمة مع الأعلام مع الفاعلين السياسيين مع المؤسسات السياسية بشكل جيد لتوضيح الموقف التونسي ولكي يوضح الموقف التونسي يجب أن يكون أيضا متمكن من هذه الملفات وكل حركة تقوم بها سلطات أو ممثل السلطة تاعة الدولة تكون حلقة مرتبطة بحلقة ثانية أو ثالثة بحيث يفهم التصور شامل إذا كانت تصرفات فردية من نوع هذا معناها المسئولية المركزية ضعيفة وهذا يؤدي إلى أخطار ما تشهده تونس من تدفق غير مسبوق للمهاجرين غير النظامين يتطلب أيضا وفق الخبراء وضع خطة من الآن لإدارة هذا الملف المرجح بقاؤه مفتوحا لسنوات ومحاولين عبور القنال خلصة القنال أكثر ممرات الشحن ازدحاما بين فرنسا وبريطانيا لقيت ستة أشخاص على الأقل حتفهم غرقا فيما تم إنقاذ خمسين أخرين بعد حادث انقلاب قارب هجرتهم غير النظامية ليفيد رئيس بلدية المنطقة أن عملية إنقاذ واسعة بدأت السادسة صباحا بالتوقيت المحلي بعد محاولة عشرات القوارب العبور في التوقيت ذاته موجات قوارب الموت لا تتوقف عن ضرب شواطئ أوروبا لتكشف السلطات البريطانية وصول أكثر من مائة ألف مهاجر سواحل المملكة منذ ثمان عشرة وألفين ما جعلها تشدد الرقابة الحدودية والأمنية وتتخذ إجراءات صارمة بحق المهاجرين والوافدين وحتى المقيمين على مقربة من جزيرة سقلية جنوب إيطاليا نجح خفر سواحل الإيطالي في إنقاذ تسعة وخمسين مهاجرا غير نظامي في حادث غرق مركب كان يقلهم وحسب ما أوردته منظمة إمرجنسي الخيرية فسبع نساء وأربعة وعشرون طفلا كانوا من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم وضفت المنظمة أن قريب المهاجرين وأغلبهم يحملون الجنسيات المصرية والسورية والأريترية والأثيوبية يبلغ طول 12 مترا أبحار من ليبيا في وقت متأخر يوم الخميس الماضي وفدت منظمة أوبن آرمس الخيرية التي تنفذ أيضا مهمات إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط أن يختهى أسترال الخاص بها أبحار إلى سقلية حاملا على متني أيضا تسعة وخمسين مهاجرا من بين خمسة أطفال اثنان منهم يبلغان من العمر عدة أسابيع فقط ونشدت أوبن آرمس السلطات الإيطالية تخصيص ميناء لرسول يخوت بعد أن قالت أن هذه السلطات طلبت منها في البداية إعادة المهاجرين إلى تونس وفي اليونان المشهد ذاته يتكرر إذ قالت السلطات هناك إنها أجلت بأمان عشرات المهاجرين غير النظاميين يرجح أن يكونوا سوريين كانوا على متن قارب قبالة الساحل الجنوبي وفاد خفر السواحل من كانوا في القارب ويقارب عددهما سبعين تمنقلهم على متن سفينة دورية في المياه الدولية ولحقا إلى ميناء قريب وتحدثت وكالة غوث اللاجئين الأممية عن ما سمته قلقا بلغا بشان عودة أكثر من مئة مواطن سوري من قبرص إلى لبنان دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية وأفاد مكتبها في قبرص عن عمليات الترحيل واندقل بين الدول دون ثمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي قرر رئيس الجمهورية قيسس عياد إنهاء مهام مدير عام الدوان الوطني التونسي للسياسة السيد نزار سليمان وتكلف السيد جمال بوزيد بتسير الدوان مؤقتا وفي موضوع آخر تؤكد المعطيات الرسمية أن 30% من باعثي المؤسسات الناشئة في تونس نساء ونسبة ذاتها معدل مشاركة صاحبات المشاريع في معارض مركز النهوض بالصدرات مبادرات رائدات في شتى المجالات خصوصا في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ونجحات متقدمات على طريق البذل والتمييز هنا تونسيات كما ستتوابعون مشاهدين ناكلي ونتنا لكلهم تقريبا في الخارج ما كانتش حاجة سهلة من لول ديجا بش تكسب ثيقة تكليون وما يعرفكش هي أصلا صعبة مرأة ولا رجل ولاحظنا اللي هي أصعبة شوية وقت اللي تكون تكون مراتي ووقت أكثر لازمك ديزارجومون أكثر لاحظنا زيدة اللي كان أعطاك ثيقة برة يكامل معاك برشة مشاريع أخرين وتكبر ثيقة هذيك بالزمن ووقت اللي كان عنا تتشري حاجة في النهار كانت فرحة كبيرة اليوم ألاف من القطعات يتشريوا في النهار اليوم أحنا بدنا ثلاثة من الناس اليوم أحنا فتنا ولينا أكثر من عشرين شخص نخدمه في تونس وحالينا البرة من تونس لنك هي مراحل بشوية بشوية هما أمنيتان حملناها اسما وفكرا وتنفيذا البداية كانت محفوفة بالمخاطر غير أن سقفة محيمة في مجال الأعمال كان محفزا لتجاوز كل الصعوبات معنا تقريت في فاكولتي انفرماتيك بعد عملت كوردوسوار معناتها حصص مسائية بشنكمل الهنسة بشنوالي انجينيورغ انفرماتيك وفي القراية انتاعي قررت اني اينا بشنحل المشروع وتعديدت بأي كيما اي شيب تونسي مشيت للبيرو دامبلواء مشيت للبنك التضامني باقي بيتيس نتاع تونس وسئلت وتنتست وشفت كيفاش تصير الحكاية وعملت المراحل كل اللازمة واخريت قرر كيف تجيب فكرة جديدة بالطريقة هذه وتحاول تغير من تفكير الحريف منتاعك اللي هو مستنس بحاجة معينة وتجي انت تخرجوا من المكانة ذيك وتحاول تقولوا ايجا راني انا شركة راني تنجمتك تعطيني ثيق تكره اين الواسيط هذيك حاجة كانت صعيبة بارشا من اللول هي الخطوات الاولى التي استوجبت عملا مكثفا وجهدا مضاعفا وصبرا لتبدأ المختصة في برمجيات الاعلامية والمعلومات يا امان الرياحي في تحقيق هدافها ومعاينة اثارها جينا كليون يكون الخدمة نتاعه يخدمها على شهر ويلقى روحه ارباح عشرين يوم ولا يخدمها في ثلاثة ولا أربع يوم ويبدأ هو فرحان احنا هذيك حاجة تفرحنا كنشوفوا زادة تطبيقات اللي خدمناها قاعدة دور ويستعملوا فيها طويق الناس الكل وترى المعنى اللي زيكون بعد يستعملوها التطبيقة ما ينجم كن فخورين بالحكاية هذه فخر تلمسه كذلك صاحبة الشركة الناشئة امان المنصوري في قدرتها على الاسهام في تنمية الاقتصاد وان تكون مصدر الهام للشباب الراغبي في بعث مشاريعه الخاصة اليوم احنا شركة الدخل في فلوسل تونس جابت مستثمرين من البر لتونس نخدم في ناس اكثر من عشرين شخص حال دارهم بفكرة بحلمة هكا بهبلة في بلاد كما بلادنا اللي ما زال فيها بارش حاجات تتعمل وما زال فيها بارش حاجات لزمها تتبنى حتى كي تعمل حاجة صغيرة تظهر وكي تظهر هما وغيرهن كثيرات ممن تمكننا من التموقع في عالم الأعمال وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وكنا واستنادا لعدد من المؤشرات خير سفيرات لصورة المرأة التونسية في الداخل والخارج عنا مؤشر الجندر اللي هو بـ 30% وهو يمثل تواجد المرأة لصحبة الأعمال عبر السالونات اللي تقوم بيهم مركز النقود بستديرات 30% من الليستة تدير فيهم مرأة تونسية في قطاع تكنولوجية الارتسالات في الإعلامية في التجارة الإلكترونية في الذكاء الاقتصادي قطاعات عديدة تواجدت فيها المرأة التونسية وكانت لها الريادة فيها وتواصل إلى اليوم البحث عن التميز والتفرد وأن تكون عنصرا فاعلا ومجددا للاقتصاد الوطني نجمة تونسية مضيئة تفتح طريق النجاحات العالمية وفي تخصص حيوي هو اللغات سطع بريقها في عاصمة الضباب لندن إذ حصدت أفضل جوائز أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي هناك منذ أيام معلية صوت العلم والعمل ورهية تونس ومشرفتنا تونسيين آيان فيست الميذة المحد النموذجي بمدنين رفعت علم تونس في تتويج عالمي لتحصد المرتبة الأولى عالميا في مسابقة الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية بلندن بمشاركة خمس وخمسين دولة والتي انتظمت فعاليتها الأسبوع الأول من شهر أوتل جاري ببريطانيا هما خرجوا عالم تونس هي كانت فرحة معناها أبار أنه بش يعنوا على اسمي ولا لا سوفي شوفنا معناها المرتبة الأولى بتونس لكلنا صحنا معناها ومعناها كانت فرحة خاصة كيف أعنوا على اسمي يعني كنت حاسة أنه بش يعنوا على اسمي يعني كنت نستنى في اللحظة والحمد لله معناها أعنوا على اسمي لم يكن اعتباطيا بل مستحق خاصة أنها متميزة في دراستها واستعدت جيدا لهذه المسابقة مع عائلتها التي دعمتها وشجعتها صغرة معناها تحب الإنجليش وديما تحكي وديما تكلمه فدار وكل وتتابع وكل شي هو غرام باللغة لكل آية تحب فرنسي ألمان أنجلي كل تقرأ فيهم كل عندها في مشهيد ووقت لي سمعنا الفكرة عن طريق مدام ريم معناها في مركز النجاح ألقيتها فرصة معناها ديما نشجح في ساعات حتى هيك تجي تقول ماما هدو فرات وطرشنوه خلي نقصه مش لازم الكمبيتشيون نقولها لا نحلم أنه نقرأ في بريطانيا نكمل دراستي الجامعية غادي فمعناها جاية المسابقة هذه شاركت ما غير حتى ما نعرف أنه معناها في النهاية فما منحة جامعية هي تكون معناها جاية الأول عالميا هذه التلميذة تميزت هي وعدد التلاميذ الآخرين من ولايات الجمهورية ممن مثلوا الفريق التونسي في هذه المسابقة لتكون المنافسة شرسة وقوية 17 تلميذ تحصلوا الكل على ميداليات مشرفة جدا من البرونزية فضية ذهبية وتحصلتها على أحسن رتبة اللي هي الأولى عالميا ما بين 55 دولة على العالم الحمد لله معناها هذا تحقق تعالى الجدارة خطر هي ما شاء الله مثبرة وللاحظوه لساذة اللي هي معناها ما شاء الله مركزة واثقة من روحها حلم أول قد تحقق للتلميذة ينفيس في تصدر نتائج مسابقة الأولمبياد العالمي للغة الأنجليزية بلندن ولتزال عديد الطموحات ستسعى لأن تحقيقها في مستقبلها الدراسية فحظا موفقا لكل من يسعى للتشريف تونس في المحافل العالمية عينت المملكة العربية والسعودية سفيرا مفوضا فوق العادة غير مقيم لدى فلسطين أفدت وكالة الأنباء الفلسطينية التي نقلت الخبر أن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجد الخالدي تسلم نسخة من أوراق اعتماده وهو السفير نايف السديري السفير المفوض فوق العادة والقنصر العام للمملكة في القدس عاصمة دولة فلسطين في التظار تسليم أوراق اعتماده الأصلية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أقرب الأجل عقب فشل اجتماع قادة مجموعة إكواز في إقرار تدخل عسكري ضد المجلس العسكري الحاكم بالنيجر وتبنيه خيارات التفاوض السلمية اجتماع نظر وتشاور إفريقي غربي ثالث مع الولايات المتحدة وفرنسا أساسا يدور الأسبوع القادم بين شركاء المجموعة الاقتصادية لا يبدو أنه واحد على طريق الخيارات الدبلوماسية مع تمسك المجلس العسكري الحاكم بموقفه ماض في تسير نيجر بالحكومة الجديدة متكئا على دعم حلفائه أساسا روسيا يتواصل الصراع على الثروات والتموقع وتتتال التصريحات والتصريحات المضادة والمواقف المتباينة في خضم أزمة النيجر البلد الذي أصبح محورا للصراع بين الكبار الذين لم يترددوا في الدخول على خط الأزمة لتثبيت موطئ قدم لهم في القارة على غرار الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا فاروسيا التي تنزل بكل ثقلها في المشهد محذرة من أن أي تدخل عسكري محتمل لإنهاء الإنقلاب سيؤدي حتما إلى زعزعة الاستقرار الهش في الدولة الإفريقية المضطربة كتلة دول غرب إفريقيا إكواس والتي تعتبر لاعبا رئيسا في إدارة النزاعات الإقليمية في إفريقيا يدرس زعماؤها الخطوات التالية في مساعيهم للقضاء على انقلاب عسكري في النيجر ويضعون الخيار العسكري كخطوة ممكنة رغم المخاطر التي من الممكن أن ترافقه في حال خروج الحرب إن وقعت عن السيطرة وتطورها إلى مواجهة إقليمية واسعة مع إمكانية تعاظم نشاط المجموعات المسلحة والتنظيمات وتمددها إلى مساحات أوسع بعد سنوات من تضاء لنشاطها عقب التدخلات التي خاضتها كل من فرنسا والولايات المتحدة خاصة في المنطقة لمجابهتها تكتل إكواس وفي ظل كل هذه التطورات والسيناريوهات المفتوحة قرر إرجاء اجتماعه المقرر اليوم لبحث تعليق عضوية النيجر وذلك لإجراء المزيد من المشاورات معللاً على لسان المتحدث باسمه أن قادة جيوش المجموعة سيجتمعون الأسبوع المقبل من أجل التخطيط لتدخل عسكري محتمل بعد أن انتهى اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد أول أمس بنيجيريا إلى الإعلان عن اللجوء للحلول الدبلوماسية بشأن الأزمة مع الإبقاء على كل الخيارة مطروحة على الطاولة دوامة من المواقف والتصريحات يبدو أنها لم تؤثر إلى حد اللحظة في مواقف قادة المجلس العسكري بن نيجر الذي يبدو أن كل الدلائل تشير إلى أنه ماضي في تنفيذ ما بدأ مع عقد الحكومة التي شكلها أول اجتماع لها أمس برئاسة رئيس المجلس الحاكم في رسالة ربما مفادها أن الأمر محسوم رغم ما يتشكل من قرارات في الخارج أفدت وزارة دفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت دون جدوى ضرب جسر القرم بصواريخ أسمائتين دون أن تقع أضرار بشرية أو خسائر وصرح حاكم القرم الذي عينته روسيا سيرجي أوكسيونوف قبلا أن صاروخين أسقطت هما أنظمة الدفاع المضادة للطائرات قرب الجسر الذي يتعرض إلى هجمات أوكرانية متكررة منذ سنة الماضية وكالة أنباء الروسية نقلت عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا دمرت عشرين مسيارة أوكرانية بعد إطلاقها على شبه جزيرة القرم في ساعات صباح اليوم السبت الأولى موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت منها أربع عشر في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية ست طائرات أثر تغيرات المناخية على العالم تتكشف خسائرها يوما بعد آخر وتثقل حصلتها خصوصا في أرخبيل هوايا الذي فاق عدد مفقوده حتى اليوم الثمانين جراء الحرائق التي تتأكل أساسا لهانيا عاصمة جزيرة ماوي في كارثة محلية بين الأعنف في تاريخ الجزيرة المعاصر فتحت في تفاصيلها السلطات تحقيقات قتلى بالعشرات في الحرائق التي أتت بشكل شبه كامل على المدينة السياحية في جزيرة ماوي الأمريكية لأرخبيل هواي حصيلة غير نهائية قدرت عدد الضحايا حرقا بثمانين شخصا فيما تم إجلاء قرابة ألف وأربعمائة وثمانية عشر آخرين حسب ما أوردته سلطات في مقاطعة ماوي السلطات تحدثت أيضا عن خسائر مادية كبيرة لا تحصى شملت المساكنة والممتلكات التي أتت النيران على كل ما احتوته لتبقي فقط على الأعمدة الإسمنتية والبعض من ركام القصدير المحترق وبالأساس آلاف الهكتارات من الأراضي والغابات التي تفحمت في منطقة أوليندا لتمتد أعين السكان المفزوعين إلى أملاكهم التي كسها اللونان الأسود والبني وكانت مصادر مسؤولة في الجزيرة أعلنت فتحة تحقيقا في إدارة الحرائق المدمرة التي تعد من أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخ المدينة منذ عقود متجاوزة خسائر تسونامي التي شهدتها المدينة سنة ستين وتسعمائة وألف وأودت بحياة ما يزيد عن ستين شخصا حرائق أثرت جدلا حول عدم استعداد السلطات في هواي لإخمادها ليفيد متحدث باسم الوكالة المسؤولة عن إدارة الأزمات في هواي بأنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار في حالة نشوب الحريقة غير أنه تم إرسال تنبيهات إلى هواتف السكان المحمولة وبثت إذاعيا وتلفزيا بالعود إلى تونس تعتبر المسؤولية المجتمعية أبرز مقاومات المواطنة الفاعلة ورهان انتقال المجتمعات نحو التطور والرقي رهان ترفعه وزارة البيئة في أيام توعية متتالية يرجى أن تمتد على كامل العام تتخذ من شواطئ تونس عموما وبنزرت هذه المرة مسرحا لتحميل التونسيين مسؤولية نظفة هذه الفضاءات العامة كما غيرها عسى تصبح سلوكات نظيفة أسلوب حياة دائما يضمن لهم بيئة ذات جودة انطلقت صباح اليوم بشاطئ مهم من وليتي بنزرت تظاهرة تنظيف الشواطئ هذه التظاهرة التي تندرج ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة سنة النظافة وتهتف إلى المحافظة على البيئة وبالأخص توعية المواطنين والمصطفين بضرورة المحافظة على الشريط الساحلي هي تظاهرة مش حملة حملة نظافة قد ما هي حملة توعوية وتحسيسية لذرورة المحافظة على الشواطئ متاعنا من التلوث من النفايات تعرف أنت العباد تجي للبحر وتخلي للأوساخ وكل دونك هذه حملة بش نوعي والعباد أنه يجبنا نحافظه على شطوطنا الجميلة كما تعرفوا من أجمل الشطوط اللي عنا شط ميمي وشطوط بنزرت وشطوط تونس لكل مزيانة يجبنا نحافظه عليها ونحافظه على نظافتها وزيرة البيئة أكدت أن هذه التظاهرات وجب أن تكون على مدار السنة حاثة كل أطيف المجتمع على الانخراط في هذا المشروع كما أكدت أن تونس تسعى للحفاظ على شريطها الساحلي من خلال عديد المشاريع والدراسات التي ستمكن في السنوات القادمة من إعادة البريق إلى السواحل التونسية الأسلم هي عدم تلوث من المصدر وفي هذا الإطار فمّا استراتيجية وطنية كاملة متع الانتقال الإيكولوجي اللي تنبني على المسؤولية المسؤولية المجتمعية المسؤولية متع العام متع القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطن ككل على خاطر إذا كان من لوثوش راهو ما يصير التلوث بالتبيعة هذا ماهوش ساهل ولا بد باش ننزيل التلوث الموجود واللي قاعدين نعنيو فيه وهذا قاعد يسير وعمليات يوميا قاعدة تسير في الماكن المعنية الكل وتتوصل هذه الحملة في الأيام القادمة في المهدية والوطن القبلي ويبقى هدفها الأساسي تغيير السلوكية الفردية والجماعية في كل ما يخص البيئة والمحافظة على المحيط فنون شتى بألوال الإبداع ومعارض شاملة المعروض التشكيلي البديعة اجتمعت في مركب مدينة المونستير الثقافية من خلال أيام قرطاج للفن المعاصر وهي تحط رحالها بالولاية بعد أن حلت قبلا بجربة وكانت تدور بالعاصمة أيام ترهن على تجميع الفنانين باختلاف اختصاصاتهم المعاصرة عبر البلاد تحفيزا لهم وللمهتمين بالفعل الفني الإبداعي أيام قرطاج الفن المعاصر في الجهاد تظاهرة ثقافية انتقلت من العاصمة إلى داخل البلاد لتمتزج فيها الألوان والأضواء والموسيقى والحركية في افتتاح التظاهرة بالمركز الثقافي بالمنستير أيام قرطاج الفن المعاصر اللي هما ساروا في شهر مايه من 26 وفي برنامجنا هو أنه في كل دورة لتتجهات احنا اخترنا الشمال والوسط والجنوب بدينا بجربة تواحنا في المونستير الهدف متع أيام قرطاج في الجهات هو أنه نشرك جزما الفنانين متع الجهة الكل أيام قرطاج الفن المعاصر تظاهرة وطنية زادتها النكهة الفنية بالمنستير ثارئا وزخما فنيا معاصرا عكسته خصوصية المنطقة الخصوصية اليوم هكم تشوفوا الحضور حضور متميز امتد على ثلاثة أيام ينتلق من اليوم إلى غاية 13 اوت معرض هنا كنا نشوفوا فيه في رواق المركبة الثقافي الأزياء اللي ساهم بيها معهد الموضة بالمنستير ان شاء الله زاد عنا ورشات عديدة ساهموا فيها عن 15 فنان تشكيلي من ولاية المونستير مساهمين في هذه التظاهرة إلى جنب العروض الفنية والموسيقية والتصاميم الموضة وفنون الشارع احتضل المركز عملا فنيا معاصرا للفنانين من كامل درب الجمهورية هو في الحقيقة معرض ثاري ومتنوع من حيث المشاركات اللي يساهم فيها فنانين من تونس شمالا جنوبا وسط كذلك ما يناهز أكثر من 60 عمل فني ذو صبغة معاصرة نرى فما منحوتات فما التنصيبات وكذلك فما أعمال في شكل لوحات فنية ذات منحة معاصر التظاهرة خلفت انطباعات طيبة للمشاركين والزوار على حد السواء كانت فرصة أنه نتعرف على فنانين ونتعرف على المشاهدين حات فما تناسق بين الوين والليكادر أكثر من المنحوتات هذا هو اللي نفرقسوا فيه واللوجه باش يكون متواجد كانت فكرة مزيانة برشا باش تعرفوا الفنانين على بعضهم ومتنوع يعني متكامل معرض متكامل من منحوتات من جرافيزة من رسم زيتي أيام قرطاج الفن المعاصر مولود ثقافي ولد كبيرا كبر إشعاعي على الجهات لدفع الثقافة التونسية إلى جديد الرياضة مشاهدين إذ يستهل المنتخب الوطني لكرة السلة مشاركته في الملحق الإفريقي المؤهلي لأولمبياد باريس 24 و2000 الخامس عشر من أوت الجاري بملاقات منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب الكاميرون سادس عشر من الشهر نفسه قبل ملاقات غينيا الثامن عشر من أوت أيضا لحساب المجموعة الثانية فيما تضم المجموعة الأولى كلا من صاحب الضيافة منتخب نيجيريا وسنغال ومالي وأوغندا على أن يتأهل إلى الدور نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة على أن يترشح في أعقاب نهائية المنتخب الفائز إلى دورة الملحق الختمي المؤهلي للأولمبياد فهد النجم البرتغالي كريسيانو رونالدو لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية لفريقها نصر السعودي إثر تسجيله ثقنائية في شباك مواطنها الهلال في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب الدور النهائي بملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف السعودية ليحرز فريق النصر لقبه العربية الأول وقد انهزم النجم الرياضي ساحل أمام نادي ميلانا لطالي برباعيات دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما عشية اليوم بمركز التدريبات بميلانالو بمدينة ميلانو في إطار تحضير الفريقين لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد وقد سجل أهداف الروس نيري كل من روبين لافتوستشيك في ثلاث مناسبات والفرنسي وليفيا جيغو من علامة الجزاء نهاية المععد لإخباري مشاهدين الكرام فيما يلي تذكير بالعنوين غرق مركب مهاجرين تونسيين في جابس خفر سواحل والحماية تنتشل جثتي رضيع وشاب والبحث جار عن بقية المفقودين غدا تونس تحتفي بعيد المرء الوطني فيما الأرقام تترجم نجاحات التونسيات وتؤكد أن ثلاثين بالمئة من باعثات المؤسسات الناشئة لساء دول وغرب إفريقيا تؤجل اجتماعا حول نشر قوة تدخل في النيجر وروسيا تحذر من أن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة جديد الأخبار وصديقه ومفيده تتابعونه عبر نشرات إخبار التلفزة التونسية بيت التونسيين سهرة رائقة مشاهدين ترجمة نانسي قنقر